كالعادة واحنا متابعين والحاجة اللي هي هتأثر على ندينة وسلوكيات ندينة وتشق الصف لازم نتكلم فيها ده مهم جدا فمن هنا قلت لحضراتكو طول الوقت بنتابع كنا الخميس أجازة وكنا الجمعة أجازة وكنا السبت أجازة وموجودين مع حضراتكو النهارة في التلات أيام دول حصلت أمور عجيبة في الصحف المصرية في الصحف المصرية أنا أتكلم بمنتهى الصراحة مع حضراتكو قلت لكم فيه البعض يخاف يفتح الكلام ده يقولك إيه ده ده يعمله رأي عام عليك لا إحنا الفعل إحنا رد الفعل الفعل موجود في التلات أيام زي ما قلت لحضراتكو مش موجودين لكن بنرسل وبنشوف إيه الغرض من الكلام ده وهل الكلام ده حقيقة ولا مش حقيقة وهل الكلام ده بيشق صف الأهلوية ولا ما بيشقش صف الأهلوية وهل ده منحاز طرف على حساب طرف ولا هل ده مصلحته إيه وعاوز إيه من اللي بيعمله وبالمناسبة الحاجات اللي هتكلم فيها النهاردة تسعين في المية منها اشتكى منها أعضاء الجمعية العمية وبعض من جماهير النادي الأهلي مش بالكامل لأن فيه الناس ما لهاش دعوة جماهير النادي الأهلي يقولك اللي يقود السفينة أنا وراء وإحنا مع المدرسة دي اللي يقود سفينة الأهلي إحنا وراء لأن انت لو بتتكلم على ديمقراطية وبتتكلم على تعظيم دور الجمعية العمومية وبتتكلم على الشفافية والحياة دي الكلام المستهلك سنين طويلة يبقى لازم نعمل ده نحترم اللي يجيبه الناس لكن نشق الصف كل يوم عشان ليا مصلحة ما ده موجود يعني أنا الأسبوع اللي فات عرضت لحضراتكم حاجة غريبة جدا بعض الصحف المهمة منزلين أربعة خبر واحد في توقيت واحد وغلط وما حصلش وكد فده أسميه إيه أسميه في مايسترو للموضوع المايسترو ده بيوزع أدوار أنا ممكن أحكي لكم حاجات في الكواليس بتحصل بدون خوف وحرجع تاني قبل ما تكلم في كل حاجة أنتو اللي بتبعثوا بتقولوا ما تخافش تكلم في كل حاجة احنا وراك عايزين نعرف كل حاجة حضراتكم اللي بتبعثونا كده ومش واحد ولا اتنين ولا عشرة أعداد ضخمة وكبيرة هو ده اللي بيدينا الثقة يخلينا نتكلم فمن هنا كنت في النادي الأهلي موجود دايما بروح أتابع الندوات هنا وهنا وبشوف وبتابع وبشوف الأراء فيها إيه وده بيقول إيه وإن اللي خارج عن النص وإن اللي ما ينفعش عشان لما نيجي نقنصورة ولما حد يجي يتكلم نقول له لا ده ما حصلش لا ده حصل لا ده غلط سواء هنا أو هنا في المعسكرين أو سواء عند المستقلين لأنه ما ينفعش اللي احنا ننساهم لو حصل حاجة خطأ عن ديمانس محمود طار هنقوله ولو حصل خطأ من قائمة الكابت محمود الخطيب نقول لا خلباننا من دي ونخلباننا من دي هنا وهنا ليه؟ عشان ده العدل فاللي ما بيعملش كده فيه علامات استفهام ولما في وقت من الأوقات أو جوانا هنحس اللي احنا رحنا لمعسكر ما مش هنتكلم بقى خالص عشان نبقى واضحين لكن لينا الحرية كواعد اللعبة اتغيرت كواعد اللعبة اللي احنا تعلمناها اتغيرت في أمور كتير جدا انا مش بصدد اللي انا اتكلم فيها بس بالمناسبة ليه تعليم فيه البعض اتهمنا قالك البعض اللي في قناة النادي الاهلي بيوملى عليه ولما يبقى صديق أو حد تحترمه لا لا يجوز لان احنا بيتملاش عننا حاجة لو انت بقى بيتملع عليك حاجة فانت وشأنك لكن ما تتهمش الناس بدون وجه حق ايا كم مين ايا كم مين لو عندك نجوم ورموز فبالتالي عندنا ثقة في نفسنا بدون غرور بتاريخنا فاحنا رموز برضو وانجوم ما حدش اقلل مننا ابدا ايا كم مين ايا كم مين تعبنا وعرقنا سنين طويلة مع جيل محترم وجماهير محترمة ومجلس ادارة محترم تعبنا وشقينا زي كل الناس بالزبط لكن العمل العام بتقبل النقد عليك اللي انت تقبل النقد وعليك اللي انت تقبل الإشادة موافقين لكن اتهامات زائفة وفيها كلام غير موجود بالمرة مش هنقبل ف بالمناسبة اللي بيتملع عليه هو يعني اللي مش عارف يقول ايه فبالتالي وزع التهم مع الناس فاحنا ما بيتملاش علينا حاجة احنا بندخل الكلام نبع من دماغنا معنا فريق عمل شباب محترم مصلحته والنادي الاهلي كلهم اهلوية كلهم اهلوية واللي قدام حضراتكم يدعي اللي في يوم الايام كان كابتن النادي الاهلي ولاعب مطشط على على قد وقد كده ولاعب شواء بطولات على كده يعني حاجة بسيطة كده فمش هنشوف الغلط وحنقول ولا نشوف الكلام اللي انتو بتسمعوه اللي ليه اهداف تانية خالص صدقوني فمن هنا هدخل في الموضوع قابلت اتنين صحفيين داخل النادي الاهلي واسمحوا لي مش هينف اقول اسمعهم لان كانت دردشة والحاجات اللي بتبقى في الغرف المغلقة ماينفعش لا يتقل بس قالوا جمعا لطيفة قوي لازم اصارح حضراتكم قالك في البعض مبين قوي اللي هو منحاز حطت نفسه في الشبه ده من نوم هم فقلت له انت فانو معسكر قالك والله انا في جورناني هنتقل لي كده بالزبط بالمنازل فانو في جورناني والله جورنان قال احنا في خلاص احنا يا جماعة واغدين احنا مع المعسكر ده مفيش حياة دي ومش هناخد اخبار للمعسكر التاني وجريده مهم فقلت له وانت ازاي تقبل على نفسك كده قال لي بمنتال امانة قال لي انا رفعت ايدي ورح تجاي ايل في الاعداء انا مليش دعوة بالانتخابات مش هكت بحاجة عن ناخر عشان اخرج من القصص دي فده الموقف السليم اللي ما بيقبلش على نفسه الشبهة بيعمل ده واللي ماشي في الخط الغلط بيعمل ده كل واحد حر انا مليش دعوة انا مش بنظر على حد ولا لي دعوة اللي نادية بقى مدام الامور بتمشي كده فانا لي نادية فبشوف ناس لها مصالح كتير بالمناسبة ويجي يقولك مناش دعوة بالانتخابات ولا الحملات وتلاقيها ماشية في الصف يا عيني عما لا توسع الناس انت قابل على نفسك كده تقول لي جي تقول لي ده قيمة لا انت قيمة عند نفسك انت بس انت مش قيمة عند حد اللي يعمل كده اللي يمشي في الطبور سواء هنا او هنا بالمناسبة فتروح توسع الناس ووسع 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 وده وتوقع توسع الطريق وفي الاخر تقول لي جوا نفسك ده الرمز والقيمة ده بيبقى غير مقبول عندي كمتك اللي انت تروح مكان تشتغل فيه بكمتك باسمك بكتابتك بتاريخك بشخصيتك لكن في الطبور كده عيب انا بتكلم كلام واضح وصريح قلتلكم محدش هيقوله فالاهلي بقى اهم اهم من شق الصف اللي انتو بتعملوه كلام مكتوب ناس كتير تدولته في الاجازة واحنا في الاجازة وحق اللي ما شافوش نوريله عشان نزبتلكو احنا فيه امانة وفيه انضباط عايزينه انتمي لمعسكر واعلن قول انا مع مهندس محمود طاهر عادي خلاص مادام انتو خرجنا بقى عن فكرة الحياة دي واش حياة دية بالمنازم انا بتكلم واللي يجي يقولك دي مدرسة تبعها فلان وعلان قوله غلط قوله دي شبهة دي شبهة هي دي الحقيقة فاعلن انا مع المادس محمود طاهر خلاص مادام الوضع الجديد اللي احنا فيه بقت الدنيا بتمشي كده وعايزين يكنعونا اللي ده الصح اللي احنا تعلمناه هو غلط بس مادام بيكنعونا اللي ده صح دلوقتي خلاص خلينا نمشي ورده نشوف الاخر رايح فيه الكل بالمناسب فقال لك قول انا في المعسكر مع كابت المحمود الخطيب قول عادي كل واحد يعني من حقه لكن قول انا هنا لكن ما تتهمش الطرف الاخر بحاجة وما تجيش على طرف وتروح جاي تكتب مثلا حد ايه يكتب وحش عكبت المحمود الخطيب يروح رايح لمعسكر المهندس محمود طار يقول له بس انا عملت ايه لاي الفول المهندس محمود طار انا عارف اللي مستحيل يقبل بالكلام ده طيب نعكس بق حد بيكتب حاجة ويروح للمعسكر بتاع كابت المحمود الخطيب فهيقول له بس خلصت عليهم فانا واثق البردو كابت المحمود الخطيب هيقول له لا ما تعملش الكلام ده لان دي مش اخلاقيات فكل واحد عايز يعمل شهن وكل واحد عايز يدعي دور البطولة عشان مصلحته ما هي انا قلتلكم دي سبوبة ما بعدها سبوبة والله والله ما بهين حد والله ما بدايق حد بس ده الواقع اللي الكل بيخاف يتكلم فيه هي دي حقيقة وعشان سنين طويلة ما تقلكمش الكلام ده فده كلام غريب اللي الرجل بيقوله ده جاي علمنا جاي احنا كنا بقى بنلعب وبنشوف وعارفين مين ومين اهلاوي ومين زملكاوي ومين اسمعلاوي ومين اتحاداوي احنا نقول لكم ففيه ناس تزيف الحقيقة فجأة تدعي الاهلوية عشان لما تشوفها هنا موجودة على القناة كأنها كانت تصور عشان بطولات النادي الاهلي والعكس فده مش حيمشي معان رصدنا في جريدة الوطن وقعة زي ما تكلمنا الاسبوع اللي فات على نازلة الاسبوع اللي فات اربع صحف النادي الاهلي مديونية ستة مئة مليون ستة مئة مليون ده الكورة ما صرفتش ستة مئة مليون ايه الاوانطة دي ايه الكتب ده ايه هدفك ايه هدفك تقول لعضاء الجمعية العمومية اللي الناس دي خسرانا مش هتعرف لان الجمعية العمومية بتحترم هنا وهنا وانت كده بتفكر لا بتضغط عليها محدش عفو يضحك عليه انا بلخص لك الموضوع تعالوا شوفوا الخبر ده ده كان فجارة الوطن للمرة المليون بقول فين اسم الصحفي عشان يدخل معايا وينقشني مفيش فين الاسم يقولك ده الصحفي ما ينفعش لما ينزل اكتر من خبر فما ينفعش كتب ايسل طب ده خبر مش صحيح لان انا المفروض اللي كان فيه ناس كتير موجودة وادعي ازي ما قلت الحضار كل انا كنت موجود في الواقعة دي الواقعة اللي مكتوب ايه اللي مكتوب في الواقعة المهندس محمود طاهر المرشح على مقعد انعقد مش عارف ايه في النادي الاهلي في الجزيرة كان ليه ندوة دخل اقتحم عكبت المحمود الخطيب الندوة ومش عارف ايه نفس الفكرة بتاعت البطنية اللي الاخواننا بيتكلموا فيه ومش عارف ايه وفي النادي الانتخابية وصل استغراب من قامة كابت المحمود الخطيب حضور الاعلام مش عارف ايه وبقت خناه ومش عارف وقامة محمود طهر باستحاب المستشار عبد مجيد محمود المهندس محمود طهر هيستحب انها بالعامل اصبق عبد مجيد محمود وهو كان عضو مجلس ادارة صاقبك وكان من الناس القديمة داخل النادي الاهلي اللي كل اعضاء الجامعية العمومية بتحترمهم استحبوا معا لا الرجل رايح بيسمع اتكلم عادي يعني مش استحبوا معا ليه يعني حتى الجملة غريب ومش عارف ايه انا مش عايز مش عايز ادخل في كلام اكتر من كده لكن الكلام اللي مكتوب امام حضراتكو يعلم الله وانا هتحاسب اكتر من اللي كتب الكلام ده اللي الكلام ده لا اساسة لهم الصحة ما حصلش واللي كتب الكلام ده يعلم تماما اللي هو غير صحيح مين اللي كتب الكلام ده المجهول بقى اللي مش كتب اسمه انا كنت اتمنى اللي يبقى موجود عشان ادخله ونتناقش ونشوف كلام ايه انا صح ولا كلامه صح فده فكرة السم في العسل شوق الصف حضرتك ما شفتش اللي اتنين لما باسوا بعض الكابت المحمود الخطيب في المنظر الاكسر من الرائع اللي عرضنا قبل كده حضرتك ما شفتش المنظر الاستاذ خالد الدرندالي مع الاستاذ كامل زاهر واللي اتنين نازدين على مقعد واحد ما اصرش فيك يا اخي انا ما اعرفش مين ما انا كان نفسه اشوف اسمه عشان اوجه له الكلام على طول اللي كاتبه ده ما حصلش هذا كذب هي دي الحقيقة اللي انا بقول لحضراتكو عليها ادي الصورة ما اصرش فيك الصورة دي عايزين تودوها لاخناقة اقولك على حاجة كله الخافي اقولها لك عاوز تحشد مش كده تعالى علمك تحشد ازاي من الحجد ما بيجيش كده اللي انت بتقلل لو تشوق الصف لان الكابت المحمود الخطيب كيمة محترمة جدا داخل النادي الاهلي وشخصية مهزبة احنا بقى نعلمك ازاي ونكلمك ازاي عكبت المحمود الخطيب لان لو العشر ويوم واثنين وثلاثة واربعة لحظة معلش يكون معسكر واحد وبطولات واحدة واكتر من اربعتشر ولا اتنشر سنة ليل ونهار احنا نقولك وكل واحد حر يختار مين كل واحد حر يصدقوني لكن مش كده هادي الصورة الاستاذ كامل زاهر مع الاستاذ خالد الدرندلي ولاد النادي محترمين بيحبوا النادي الاهلي كل واحد بيشتغل مع درجة معايته العمومية وهي اللي تختار ونقول اللي يكسب مبروك وهادي الصورة التانية المهندس محمود طاهر مع الكابت المحمود الخطيب اتنين محترمين والاتنين كل مصر بتقول اخلاقهم عالية ايه السبب بقى ايه السبب الفيلم الهندي اللي كل شوية سيناريوهات او انتوا يعني قبل ما نكتب كنتوا تعانونوا سيناريوهات يعني او او كنتوا يعني مثلا اشتغلتوا في الاخراج والافلام الهندي اللي احنا كل يوم نشوفها دي لو كل يوم كتبتوا كل يوم حاجبها لو كل يوم بتشوقوا الصف كل يوم الماستروا عارفوا بتاع القصص دي وده كل حاجة هنقولها لعضاء الجماعية العمية والجماعية عشان ده عايزين تودوا النادي الاهلي للنفق المزلم ومش هتعرفه يا اخي نفهم اللي جي يشتغل في مكان ده يشتغل بجهد بعرق لكن مش يشق الصف انا بتكلم على الجميع ولما حب اتكلم على شخص حد هتكلم بالمناسبة لان ده امور واضحة فارجع لي بقى للجريدة تاني مش مكتوب الاسم برضو انا بقول لو كان مكتوب الاسم كنت دخلته ونقاشته واجه اقول له كلامك مش مزبوط اللي حصل واحد اتنين تلاتة اربعة فاتعمل سيناريو كأن فيه خناقة وبصوا بقى السيناريو انا حقرلكوا حتة كده يعني لوحد ايه عجز بقى في السن بعد الانتخابات ولعنة الانتخابات دي فايه مكتوب ايه والاستقبال اللي مش عارف ايه وقاله بالهتاف اهو 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 رئيس النادي اهو فانفة وطاهر يقوله طاهر اهو اهو قلت ايه كده حتى مستوى يعني انا بخاطب هنا يعني بخاطب مين بجد ولا الواحد ما بقاش ميصدق يعني الحاجات دي تدعو كل اعضاء الجمعية العمومية اللي انت تبقى قاعد فخور اللي انت ليك الكلمة واللي بيستكتبوك وبتقعد تضحك على الكلام ده وانت بتشوفه لان مش دي الحقيقة اللي حصل مش دي الحقيقة اللي حصل و و مش هقول بقى انا شاهد عياني وفكرة انا خبير استراتيجي جوالنادي الاهلي المصطلحات اللي هي خلاص زهقتنا 3-4 سنة عايزين نبني دولتنا ولندخل الحق مرسلنا مش عارف فينه ويعمل لك درب نار وبتاع وكأن فيه موجة ومصر بتوقع كلام ده زهقتنا منه وعايزين نغير من ثقافتنا واسلوب اللعب القديم ده انتهى قمنا بثورات عشان الكلام ده ما نشوفهوش مصر بتكبر عمرها ما تكبر بالكلام ده اقول لكم على حاجة في قلبي هقولها مصر كبيرة وعظيمة ومحدش يقبل على وطنه اي جملة واي حاجة فالاهلي مصر المصغرة الاهلي مصر اكتر من 50-60 مليون اهلاوة في البلد دي ما تستخفوش بيهم ما تستخفوش بعقولهم المدارس دي انتهت في التفكير الشباب ما بقاش حد يضحك عليه ولا الخبرات بقى حد خلاص الكل استوعب الدرس اللي كنا فيه طابور الخامس اللي عاشوا وسطك ده اللي ليل ونهار هدفه ومصالحه وكرشه مش هدفه ايه عم الاهلي يا راجل يعني انا مش عايز اتكلم بحاجات عشان البعض ومزعلش مني كان بيتسرب حاجات كتير جدا عن نادي الاهلي بدون وجه حق ويتقلق شادي بياخد 2 جنيه وفلان بياخد 4 جنيه وابو تريكا بياخد جنيه ونص ماينفعش نتدخل في الحاجات دي منستفيد ايه لما نعمل كده فالمدارس دي خلاص بقى انتهت وفيه شغل بقى عن نور فيه شغل عن نور واللي عايز حاجة الرزق بتاع ربنا الرزق بتاع ربنا واللي عايز حاجة يشتغلها تعال اشتغلها بمجهودك بعرقك بجهدك لكن بيش اوسع الطريق تعالي يا حبيبتي كده تعالي يا ابني كده تعالي اوسع الطريق وفي الاخر تقول لي مش عارف ايه كيما وقامة كيما وقامة ما يعملش كده ابدا ولا في كتابته ولا في كلامه ولا في اسلوبه كيما وقامة تروح المكان يتشرب بيك وانت اللي تدفله ايا كان مين انا بكلم على الكل ففكرة شق الصف اللي انتو شايفينها تتقلب بقى اللي زبق اللي في تكلمنا كانت بطنية النهاردة سيناريو واكتحموا على بعض وعلى موتوا بعض ومش عارف ايه ده الاهلي يا سادة ده الاهلي مفيش مخلوق داخل الاعضاء الجامعية العمومية بيقبل بالكلام ده ويكون الاخيرة اوعوا تستهينوا بالكرسي والشمسية اللي انتو بتتريقوا عليهم لان الداعي اللي انا واحد منهم معايا كرنين نادي وقضوا في النادي قبل ما اكون مزيع واتشرف اللي انا عملت الكلام دوت ما عملتوهش بمسامة جمهورية عملته كان فيه ليحة وانا دايما لازم اشرح لكم كل حاجة لان بخاطب الناس البسيطة اللي مننا واللي مش بسيط الاهلوية وبخاطب كل الاهلوية وعضاء الجامعية العمومية اسمعونا في اليومين المهمين دول صدقوني فكان تلعب 8 سنين او تقعد اكتر من 10-12 سنين في الاهلوية دي تاخد خصمه وتعمل العضوية بحكم تاريخك جوا النادي فنعلم تماما الناس بتفكر ازاي اللي بيغلط يخسر واللي بيقول كلام مش مظبوط يخسر فتخال اللي تلم محترمين واللي حواليهم كتال درب نار جوب وعمليه موته بعد كل يوم واحد يوقع التاني وايه غسيل نشر غسيل رحته وعفنة والله دي الحقيقة كل واحد بيقاتل بيقاتل عشان ايه يا جماعة بقود بحاجة تعالا عم اشتغالها بس مش كده سيبوا الاهلي بقى وشأنه طيب عايز اتكلم في ايه تاني عايز اتكلم في نقطة مهمة كل يوم نسحى على الحق وحد يكدبني في اللي انا حقوله ومرة تانية وتالتة ومليون يا جماهير الاهلي يا اعضاء الجماعية العمومية انتو اللي بتقولونا اتكلم عايزين نعرف كل حاجة راحة فين و جاية منين فانا بتكلم فما ترجعوش بقى تلمونا لان فيش حاجة اسمها خطوط حمرة في حاجة اسمها الحقيقة فين وتوعي المشاهد وعلى المشاهد اللي هو يفكر مش كل حد يقولك حاجة تاخدها الحق شفت ده اتعمل وفي لان في لان بيقول ما تعملش ده في الوقت الصعب ده اللي فيه ريبة وفيه ناس لها مصالح كتير ما تعملش ده فكر واوزن وشوف هل دي ولاد الاهلي يعملوا كده اخلاقات الاهلي تعمل كده وانا هقولكو كل حاجة دلوقتي بامان فتسحى من نوم بداية من اسبوع اللي فات تلاقي نفس الفكرة امش اكلمكو على اليوم الاخيرة اكلمكو على ثلاثة ايام اللي فات قضية مسك الحق 134 مليون جنيه ماشي عم وافقين طب اقولكو على حاجة تعالى مفكر مع بعض نشوف القضية دي صحة ولا غالب ما تلحقش تسحى وتنام يقولك الحق الشركة الرعية او الملابس النادي الاهلي 25 مليون جنيه يبقى كده تمام زي الفل خلاص النادي الاهلي عيشوفوا الكلام ده بيحصل ولا لأ ولا انتهى طيب تسحى من نوم يقولك الحق فيه 20 مليون جنيه مش عارف ايه ومحضر مش عارف ايه هو ده نناقص والله العظيم الحاجة الوحيدة اللي نقصة في الاهلي اسمعها اللي فيه محضر جاي ياخد تلاجة الايس كريم اللي جوه الجنيه لده اللي نقص ويا اسمع الكلام ده من اهلوية عشان اجي اععد على الكورسي اقلل من نادية وكأنه بيترفع عليه اواضي وقال انا مليش دعوة بمجالس هنا فكرة غلط من غير ما ادخل في اسماء فكرة غلط لان الطبيعي ولاد الاهلي يبقوا كده ويتحدوا كل الكلام ده وبقوا ايدوا واحدة ويقول لا انا اتصور ده المفروض يحصل لكن بشوف ندوات وبعض الكلام من غير ما اروح لأسماء ده شركة ماسكة 134 مليون جنيه ما هو يا فندم انتو مش عايزين انت ايه الهدف من الكلام ده الهدف تغييب وعي الجامعية العمومية الهدف اللي انت اجي على الكورسي عشان اقلل من حد ايا كان هو اسمه ايه اللعب وحش اللعب ده وحش ما تحط الاهلي قدام عينيك وتحط ايدك في ايد زميلك ايا كان هو اسمه ايه وتقف ضد الكلام ده ويتقالي الحقيقة ونقف ضد ميسكة وغير ميسك هو ده ولاد الاصول اللي بيعملوا كده مع نديهم ولا ده في غلط فالترويج لفكرة اللي كل يوم في قضية ما فيش حد بيوصل للكرسي بالاسلوب ده والله العظيم صدقوني اسلوب مش حلو وبتساعد الصحف اللي هي مستنية بعض الصحف اللي هي مستنية تعمل الكلام دا وتبقى نفس الموضوع اسطنبة واحدة وغرفة تحرير واحدة وصالة واحدة بتطلع نفس الكلام اللي بيحب الاهلي يسمح بالكلام دا ايا كان إيه انتو بتحبوا الاهل اكتر مننا وجماهر الاهلي بتحب الاهل اكتر مننا وعضاء الجماعر اماما بيحبوا الاهل اكتر مننا وكل المرشحين بيحبوا الاهل اكتر مننا لكن ده الاصول لوحد تعلم محطش ايدي في ايد حد بيقف ضد الاهل وبرفع عليه قضية ازاي يا جماعة للمرة المليون قضية اتمسك انا كنت موجود فيها بالكامل واللي حصل فيها كلاتي النادي الاهلي الحقيقة اللي انتو عايزين تعرفوها اقولها لكم وحقول لأول مرة بالمستندات بس مش هعرضها دلوقتي هسيب كله يطلع على اللبطنه عشان معايا مستندات مهمة لكل جماعير الاهلي في كل مكان والحمد لله عشان النوايا الخالصة ربنا بييجي الحاجات دي بسرعة وجيالي من شركة ميسك بالمناسبة من ناس اهلوية جدعان ما بيقبلوش الكلام ده عن نادي الاهلي بعض الامور نادي الاهلي انت بتتعاقد معاك اشتركوا في القناة